موسيقى مرحب بكم انا تاني عزام شادين كابتن شريف الشوت على غير المتواقع اه على غير المتواقع خالص يعني ولكن الشواهد كانت بتقول ان احنا ما عندناش بلايميكر في نص الملعب او ناكل الحركة وطالبنا احنا كمان بوجود رأس حربة اسرع من كده بتكلم بقى الكلام اللي هو ايه اللي ماخرنا ايه اللي ماخرنا الشوت ده فانت لقى عندك بلايميكر يدر يعمل لك امدادات لأي لينفيرو ده عندك شكل فردي تماما كان لريدا سليم وحسين الشحات واذا كان انا انا ديه شك في ضرب الجزاء بتاعت ريدا سليم دي لانه ده مش كتف في كتف ده كوع في جنبه فاخرجوا عن المنافسة عن الكور ايه النهاردة مروان واحمد دبيل كوكا وعمر سليا مفيش سيمترية خالص بينهم ولا توافق خالص حتى في واقفة الملعب اللي ادهشني ان الاهلي هجم دقيقة وانا جاي رجع لقى بنص ملعب تاني لتحت ازاي احنا بنلعب هنا في مصر وكزبانين واحد وبنلعب بالاسلوب ده يبقى فيه حاجة مش مخلينا نقدر نعمل اسلوب الهجوم او اسلوب الضغط على الخصم طيب احنا ما عندناش اسلوب ضغط على الخصم نعمل ايه استحواز تستحوز الكورة لغاية لما اللي قدامك يبقى مش عارف يعني معاك اي حاجة هم كانوا سايبين لك كل حاجة لغاية ما لاؤوك بتديهم الفرصة ان يكونوا متواجدين عندك في النص التاني يعني من ملعبك ايه اللي يحصل انك انت تفضل تمسك الكورة على شكل جوارديولا اسامة تاك 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 الفرع قدامك تبقى مش عارفة فيه وواحد يجري زي ردة سليم يقطع كورة امامية ويمكن حسين الشحات كمان فت الباص يبقى كويسة اللي احنا كسبنا منه انه هناك اه اللي هي بتاعت محمد هاني اللي طلع ضرب الخط كله وراح لعبها بالعرض وحصلت تكملة احنا مشوفناش ولا كورة يمكن في الكورة واحدة في المباراة كلها ليه نحنا على ارضنا ضرجة ان الجامهيري بتادي تتكلم هلعب يا اهلي يعني حتى عنصر مفاجأة جدا ان هو يجيب فيك الكورة دي اللي كانت هتخش فيه الجول دي شو بير على مرتين يعني انت لا بتراكب لا عندك اسلوب مراقبة ولا بتسلم وتستلم بسرعة وتعمل نقل عدد دي في الناحية التانية من فرقة سنبا عندك حاجات متأخرة هل التأخر دا كله في سنتر فيروت بتاعك وان ما فيش بري ميكر في نص ملعبك بس لا فرقة بتلعب بطمأنينة زيادة على لزوم نتيجة الهدف اللي هي بتلعب وغوف جبه ولكن سرعان ما يخش فيه الجول ويبقى هم كمان اللي بيلعبوا على المكسب ويعادوا مش هتوعى ضربات جزاء طيب التوفيق يعني يا رب ان شاء الله كابتن اسامة واضح ان نتيجة الماتش الاول اصدرت على اداء النادي الاهلي في الشوت الاول نتيجة الماتش مش السبب بس السبب الرئيسي من وجهة نظري اسلوب اللعب وانا قلت لك من قبل الماتش ما ينفعش انت بتلعب النادي الاهلي في ملعبك وكسبان برا تتراجع لنص الملعب انت بتدي فرصة كبيرة لفرقة سيمبة اللي اصلا عندها الخط الظهر اخطاءه كتير جدا واي ضغط عليهم بتلغبطهم انت بترجع لعيبة النادي الاهلي لنص ملعبك فبيتنقلوا الكرة بسهولة جدا وبيوصلوا هم لنص ملعبنا بسهولة جدا وابتدي الخطورة وابتدي القلق ده اول سبب انا شايفه رئيسي في الحالة اللي احنا فيها انك انت زي ما كابت الشريف قال دلوقتي انت في اول ديقتين مجرد ريدا سليم ما راح اضغط على الديفنسك انا هيعمل درب الجزاء وبعين ترجع لنص الملعب بتديهم فرصة يبتدوا الهجمة براحتهم يسيطروا يستحوزوا براحتهم من الخط الخلفي لنص الملعب للامام فدي اول شيء قبل اللعيبة قبل ما لعب فلان لعب فلان ما لعبش تاني حاجة انت بتلعب بالاسلوك ده بتلعب مودست مع تراميك كبير بترجعوا لنص ملعبنا وتحت نص ملعبنا وبعينها هزي يرتد مسافة 60-70 يارضة عشان يعمل سبرينت ويعمل هجمة مرتدة سريعة فبرضو ده برضو طب انا مختار الاسلوب ده طب ليه باعمل كده ففي شوية حاجات بس نمره واحد اصدك مختار الاسلوب ده يبقى انت عايز واحد عنده سرعات طبعا ده انا لو حطيت برسي تاوي يجري سبرينتات قدام كده حتى هو مش راس حربا يبقى دي وجهة نظر لكن انا بتكلم في ايه انك نمره واحد تغير طريقة اللعب واسلوب اللعب لازم تنزل الفرقة دي تحطها جوة 18 وتضغط على الديفنس عشان يغلطوا في ملعبهم وتبقى قريب انك تجيب جون لكن طول ما انت بتطول وبترجع الوراء انا بقولك كل ما الوقت هيمر الخطورة وهي صفر صفر هتبقى عليك انت اكتر والخوف هيبقى عليك انت اكتر الحمد لله مصطفى شبير انقذ كرة من هدف محقق انقذ كرة من هدف محقق فنتمنى ان شاء الله الشوت التاني ان نشوف تغييره سواء في نص الملعب او في الخط الامامي واسلوب الضغط يبقى من القدام كابتن عادل الاخطاء اللي وقع فيها النادي لاهجي الشوت الاول واجب تدركها الشوت التاني خلينا نتكلم ممكن كابتن اتكلمه في كل النقاط اللي اتكلمه فيها مش هكررها ولكن خلينا نكلمك على التحسين عاوز تحسن واجب انك تحسن لازم تغير ثلاث تغيرات ببداية الشوت لازم تغير ريدا سليم بتاو لازم تغير مددس بكهربا لازم تغير كمان في نص الملعب افشا مكان عمر السلية ان اردت ان عندك حيوية وان اردت انك انت تتعدي الناحة التانية طريقة اللعبة بالافراد دي تقدر انت تاخد الكورة الناحة التانية كابتن بلال رائب الشوت الاول والشوت التاني ايه المفهول يحصل الشوت التاني الشوت الاول احنا توقعنا اخذ بالك السلناريو قبل قبل بداية توقعنا ان المدير الفني بتاعنا مش هيلعب يعني بشكل في اندفاع هجومي نتيجة المكسب الاول يعني هو مكسب يعني جايد طبعا لكن في بعض الاوقات يعني ما بتبقاش نتائجه جيدة نتائجه في الاداء جيدة الشوت التاني المفترض انه اللي يغير الاول من سياسة اللعبة بتاعته سياسة اللعبة قبل ما يغير من التغيرات انا ممكن اغير تغيرات اول لكن ممكن تبقى هيا هيا سياسة نفسي سياسة اللعبة ان انا بدفع من نص ملعبي مش عايز يجي فيها جول مش عايز يبقى عندي اندفاعات مش عايز ملعبي يتفاتح خايف من بعض السرعات الموجودة في فرقة سيمبا في شوية بيبقى في شوية تحفظ عند المدير الفني ولكن خد بنا كابتان ايمان انت انت بتلعب الشوت التاني الشوت التاني مهم جدا يبقى عندك اندفاع حجومي في وقت من الاوات لازم 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 عندك شوية ضغط على الخصم يعني اه انا بلعب دفاع من نص ملعب في وقت من الاوات لكن لازم يبقى عندك الدفاع حجومي لازم عندك ضغط في بعض الاوات لازم اهدد مرمى الخصم لازم احاول اسجل الهدف الهدف التاني خد بالك انا كمدير فني باجرب في بعض الاوات طرق لعب خلاص طريقة اللعبة دي مش متمشرة معي مع الفرقة بتاعتي تمام لان التحضير بتاع الاهلي بطيء شوي يعني التحضير بتاعنا بطيء احنا مشكلتنا ان احنا كمان واحنا بنلعب لو خدت بالك من الثلاثة بنصر ونصر ملعب الثلاثة على خط واحد المفترض في الحالة انتقال الاهلي من الدفاع الهجوم يبقى الاهلي في واحد قدام بيكمل مع الثلاثة الموجودين قدام لها مش موجودة فبالتالي البديل بتاعها يتلعب بواحد بليميكر تمام يقدر يكون هو اللي بيكمل مع الثلاثة وبالتالي لازم يحصل تغيير وبالتالي هتغير طريقة اللعبة انت تلعب بها تمام الحاجة التانية ومنهمة جدا لا واضح انك عندك مشكلة في الحتة بتاع التغير التحول نفسها الكرات التولية مش مظبوطة لازم تبقى فيها دقة اكتر من كده لازم تبقى اسرع من كده لازم كمان حسين الشحات ومعرفش هلها ممكن يغير بيرستاو على حساب ريدا سليم ولا لا ولكن حسين الشحات وبرستاو تمام لازم يبقى في انطلاقات اسرع من كده لازم يكون يعني انا شايف ان انت بتلعب بتقطع وبعدين تستنى ثلاثة اربع ثواني تكون هم رجعوا بتلعب الكرة الطويلة هبتبقى واحد ضد واحد باش عندك مساحة انك تشتغل فيها فده نقطة مهمة جدا طالما هتلعب دفاع من نص منعب لازم يبقى عندك يعني فكر جيد للتحول اللي بعد كده نظبوط الحاجة المهمة جدا طالما بتلعب بالشكل ده يبقى لازم يبقى عندك رأس حربة سريع في الحتة اللي قدام يقدر يبقى يعني يستغل السرعات بتاعته وفرق السرعات ما بينه ما بينه يبقى انت ترجح ان لازم ميستر كولر يعمل تغيرات من بداية شود التاني يغير سياسة اللعب اه ويغير في اللعيبك انا بعبلال سياسة اللعب الاول انه يضغط من قدام عشان يغلط المدافعين لان هم دفاعين سهلين انت مديهم مساحة ان ينقلوا براحتهم في نص ملعبهم فخدوا سخة مع الوقت سياسة اللعب عن طريق تغير احنا احنا قلنا يابل الماتشا كابتل ما عليش قلنا ان هم بيتميزوا في انك بينقل بينقل ويتحرك لو ضغطت عليه مديتوش فرصة بلال بس بعدم استعجال منا نتكلمش عن استعجال يا كابتل منتكلم انك بتديني فرصة يعمل اللي هو عايزه هو بيشتغل زي ما هو عايز هو بيحضر 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 وبعدين يخلق مساحة يشتغل فيها فانت لو ضغطت عليه مديتوش فرصة يحضر صح خلاص بالتاني بتغيير انت لغيت كل اللي اخلو بالتغيير مطالب كاول كل التوفيق ان شاء الله لنادي الاهل يشتغل تاني التحيق الفوز